السلام عليكم من اكاديمية اطفال الرمزة النموذجية معكم مسهل الحمزة وصلنا مع طالباتنا طالبات السفل السابع في مادة الرياضيات عن درس التناسب الضردي اللي هو direct variation شي يعني التناسب الضردي يعني انه عندي مقارنة بين كميتين ماشي نسبة يعني عندي قيم مثل هون عندي x و y فانا بوجد النسبة بين y و x ماشي اذا طلعت النسبة هاي ثابتة معناته هدول الكمية او القيمة اكس متناسبة مع y تناسب طردي بحيث اذا زابت اكس وي رح تزيد اوكي يعني اذا اكس انكريزينج وي كمان انكريزينج على عكس اذا كانت قلت قيمة اكس فواي رح يصير فيه كمان في قيمتها نقصة ماشي نحضو هاي وان تو تري كذلك الحال ماشي نحل المثال ونشوف كيف يعني رح يطلع معي تناسب طردي انو حكينا هي العلاقة بين كميتين متغيرتين او اللي هن اكس وي بشوف اذا كانت النسبة بينهم ثابتة فمعناته بينهم تناسب طردي والتناسب هذا الطردي كمان بنتجلي اللي هو كاي اللي هي عبارة عن النسبة بين واي الى اكس دائما وابدا يا سابق الكون سابق هو يساوي قيمة واي على قيمة اكس دائما وابدا اه ملاحظة اخرى اه لا يمكن ان تكون كاي اه صفر اذا كاي ويرد كاي نحل ونشوف الاكسرسايز نمبر 1 في بيج 23 بحكي ليمثل الجدول المجاور اه علاقة بين المتغيرين اكس وواي بدي ابين ما اذا كانت اكس وواي متناسبات طرديا ام لا ثم اجد ثابت التناسب كيف قلية الحل حكينا لكم بنوجد النسبة بين هاي الكميتين بين اكس وواي دائما هي واي على اكس فا 8 over 1 equal 8 طيب الثانية 16 over 2 أو divided by 2 بالاختصار also 8 وهاي هون عندي كمان 24 divided by 3 equal 7 8 هاي القيمة انتوها لنحل كمان شوي رح نقدر نقدر نوجدها اذا النسبة طلعوا هون عندي 8 8 8 اذا بما ان النسبة واي الى اكس هاي مش معناها واي على اكس نفسها يمكن كتابتها بهذا الشكل نسبة واي الى اكس بما ان النسبة واي الى اكس ثابتة لكل الكميات فانو عندي تناسب طردي بين مين ومين بين اكس وواي ياسعب ايه في عندي تناسب طردي ويه الكميات تناسب طردي هي المسبة نفسها لما تكون ثابتة فهي عبارة عن كونسانت اوف طيب رح ناخد ايش جديد انه هو ايش معادلة التناسب الطرفي طب انا بعرف من هون عندي انه ودائما ابدا المعادلة شو هي واي ع طرف المعادلة طب انا بدي واي لحالها من هون نقدر نستنتج المعادلة فبدي اخلص من اكس تايمز اكس للطرفين فواي شو تساوي هاي من هون طرف الاختصار فواي ايكوال كاي تايمز اكس فاي ايكواشن او فارييشن كاي اكس طب انا كاي صارت معاي شو قيمتها ايت اذا واي معادلة التناسب الطردي لهذا المثال واي ايكوال ايت اكس شو ما كانت قيمة اكس فواي تساوي كاي ايت تايمز اكس من هون بدي احل ايش شو بدي احل انا لما تكون اندي اكس ايكوال تن انا نصرت بكتر اوجد هاي القيمة اذا وير اكس ايكوال تن معنا انتا واي شو تساوي ايت اكس معناها ايت تايمز تن ايكوال ايت اوكي اذا هون حليتها ووجدت انواي عند اكس تساوي عشرة طلعت معاي ثمانية واضح يا سابع شو اللي اشتغلتو في المثال المثال الاول اللي اشتغلتو يا ماما رحت اوجدت النسبة واي الى اكس الى جميع القيام هاشي في جميعها طلعت ثمانية ثابتة معناته هاي الكونسانت كاي هاي ثابت كاي اوجدته هون اللي هو ثمانية بعدين معادلة التناسب اللي هي واي تساوي كاي اكس شونا قيمة كاي حطينا اللي هي مكانها ثمانية بعدين لما اكس عشرة قديش واي على طول بعوض في المعادلة اكس صارت معلومة معناته واي تساوي ثمانية في عشرة ويساوي ثمانية دان يا سابع هذا المثال حلينا خلينا نشوف الاكسرسايز نمبر اول اكسرسايز 2 بيرج 24 يا سابع شو بحكيني معي الجدول امامي عندي عدد السيارات والمبلغ يعني هاي اعتبار بالعامية عندنا مغسلة سيارات اللي هي محطت غسيل للسيارات رح تاخد يا ماما مثلا اذا قدمت او كان عدد السيارة 5 فهي المبلغ اللي رح تاخده منهم 20 جيدي ماشي الخمس سيارة راح تاخد 20 دينار و 10 كارز راح يكون 40 جوردن دينار وكمان راح يكون معاي بال 15 60 و بال 20 80 طيح كيف بدي اعرف شو بحكي لي بدي اشوف انه هلا عندي علاقة تناسب بين عدد السيارات والمبلغ اللي راح احصلوا من هاي عملية الغسيل انا شو بدي اعمل عشان اقدر اشوف انه عندي تناسب طردي ولا لا فانا دائما وابدا بدي اشوف النسبة واي الى اكس اشوف النسبة واي الى اكس طيب دائما وابدا يا سابع المبلغ حكيت لكم الجيدي دائما بالبسط ما شوفوا احنا ناخد نسبة المبلغ الى عدد السيارات ف 20 over 5 او divided by 5 equal what 4 طيب بالاختصار 4 طب 40 over 10 نزير مع 0 بالضل 4 طيب 60 over 15 equal what equal also 4 لانه 15 و 15 30 و 30 مع 30 بعطيني 60 طيب هسا نشوف 80 divided by 20 equal what 0 مع 0 8 divided by 2 equal 4 طلعوا طلعوا النسبة للقيم الاولى 4 4 4 4 اذا النسبة y الى اكس مالها ثابتة اوكي طلعت معاي ثابتة ومعناته هناك تناسب طردي بين نين ومين بين عدد السيارات والمبلغ اللي رح احصلهم مقابل تقديم الخدمة اللي هي الغسية طيب constant of variation شو حكيت لكم هي نسبنا فسا لما تكون ثابتة اذا constant of variation equal 4 وكمان هي مش محطوطة كمان عندي y equal kx اذا y equal 4 اكس يعني لو بحكي لكم مثلا الف يا سادس الف سابع الف سيارة فهي four times one thousand equal four thousand Jordan اوكي بتمنى يكون المثال واضح ومفهوم للكل نكمل سابع ب size number three شو بحكي لي بحكي لي يمثل الرسم البياني الاتي او التمثيل البياني المجاور العلاقة بين الزمن بالدقائق والسعرات الحرارية التي يحرقها شخص في اثناء ممارسته التمارين الرياضي طلع انا اي واحد فينا لما يلعب رياضة فهو بيحلق بمعنى اخر بحكي لي سعرات الحرارية هاي بير منت الزمن بالدقيقة اوكي معطي لي الرسم بياني بس بدي اعرف منه انه عندي تناسب طردي ولا لا بدي اعرف منه الكونسات وابدي اعرف منه الامت كيف الية الحال راح تكون فقط هاي كيف بدي اعرف انه في عندي تناسب طردي ولا لا يا سابع بطلع النقطة الاولى الاساسية عندي انه تكون جميع النقاط وقع على هذا المستقيم ماشي فجميع النقاط وقع على المستقيم يمر في نقطة الاصل معناته لحق عندي تناسب طردي اذا لاشان اتاكد ان عندي تناسب ولا لا لازم جميع النقاط تكون واقع على المستقيم والنقطة الاساسية ايضا النقطة الثانية المهمة انه لازم يمر بنقطة الاصل 00 طيب هسا شو بدي اعمل بدي اوجد concept of variation الكي طيب انا عندي اكثر من طريقة عشان اوجد كي اول شغلة انه لما x equal 1 هاي دائما خذوا لي هاي سابع لما where x equal 1 اعطيني شو بتكون y هاي امامكم نغسل البيانة where x equal 1 y equal what 10 ماشي اذا انا بعرف انه concept of variation y over x طيب شو قيمة y 10 شو قيمة x 1 عطول concept of variation equal 10 اذا شوفوا كيف اول الالية عندي انه where x equal 1 دائما لما x تساوي واحد شوفي وين y وطب قيمة وبعطيكي على فكرة لما وير x equal 1 concept of variation equal قيمة y اقول ماشي طيب افرضي بالرسم البيانة مثل ما هو موجود عندنا بالتدريبات ما عندي عند x equal 1 كانت y بين التدريجات مثلا مثلا 10.5 2.2 ماشي ما كان عندي تدريج ثابت طيب كاذا حلها بروح يا ماما باشوف مثلا نقطة ثانية في عندي قيمة لx وقيمة ل y مثل 20 over 2 هاي لما وير x equal 2 y equal 20 20 over 2 also equal 10 فلو اخذت اي نقطة انهم منهم مدام معاي تناسب طردي معناتي يا ماما اي نقطة فيها رح تعطيني نفس قيمة ثابت التناسب فلو اخذت كمان 30 over 3 هيعطيني كمان 10 ماشي لانه اصلا عندي تناسب طردي طب الشغل الثانية اللي بطلبها منكم انه مثلا شو يكون عندي معادلة التناسب الطردي هي دائما وابدان شو تساوي y equal k x طيب y equal 10 لانه قيمة الثابت هي 10 فثابت التناسب equation and variation equal 10 x شو ما عطيتك قيم الى x يا ماما بتقدري توجدي لي y والعكس صحيح شو ما عطيتك قيم الى y بتقدري توجدي لي x كيف عن نفس المعادلة x بتكون مجهولة y مثلا equal 100 ف x equal what خلينا اطبط مثلا احكي لك مجدي لي x and y equal 100 10 x معلوم تحت المعلوم والمجهول تحت المجهول فبدي x لحالها divided by 10 للطرفين ف x equal what 0 مع 0 بطير فهي 10 اوكي اذا لما x تساوي 10 بتكون y قيمتها 100 هيك باتمنى تكون كل اشي واضح ومفهوم لكم انتهى الدرس اه الافكار الاساسية عندي انه التناسب الطردي اني اوجد النسبة بين قيمتين x و y اللي هي y الى x اذا كانت استبتنات النسبة ثابتة اللي هن كل هن فهي عندي تناسب طردي وعلى الى concept of variation هي نسبة هاي بالظبط ومعادلة التناسب دائما وابدا y equal k x انتهى الدرس بتمنى تكون كل اشي واضح ومفهوم ياسع اشتركوا في القناة